هل يصل ثواب واحد القرآن واحدين اي ختمة اي اي ختمة القرآن ختمة القرآن هل يصل ثواب واحد القرآن واحدين الذي اعتقده ان كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه واجره والدي هذا العامل العمل الصالح هذا امر متفق عليه بين العلماء فيما علمت وذلك لأدلة منها وان ليس للانسان إلا ما سعى وإذا ضم إلى الآية قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم فمدام أن الولد من كسب الواردين فكل أعمل صالح يعمله يعتبر من كسب الواردين إلا أنه يبدو لي من بعض الأحاديث التي جاءت صريحة في الصدقة مثلا أن الولد إذا نوى بعمله الصالح أبويه كان ذلك أنفع لهما مما لو لم ينوي وجاءهما أجو عمله كما يقال اليوم وعلى ما شرحت آنفا أثماتيكيا سواء نوى أو ما نوى فالواردان مجوران لكن إذا خصى الواردين ونوى العمل الصالح لهما يكون ذلك أفضل لهما بإذن الله تعالى نعم